مرحبا بكم إن لم تشتروا مني الغاز بالروبل سأقطعه عنكم الرئيس الروسي وقع مرسوما بأنه يجب على المشترين فتح حسابات بالروبل في البنوك الروسي اعتبارا من بداية شهر نيسان أبريل ديبلوماسيا عادة ما توصف علاقات دولة بأخرى تقول الدولة هناك دول حليفة صديقة لي أو معادية لكن هناك فئة ثالثة بنظر الرئيس الروسي هي الدول غير الصديقة التي سيطبق عليها المرسوم لقد وقعت اليوم على مرسوم يحدد قواعد تداول الغاز الطبيعي الروسي مع الدول غير الصديقة من أجل شراء الغاز الروسي يجب عليهم فتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية وسيتم سداد مدفوعات الغاز من هذه الحسابات إذا لم يتم إتمام هذه المدفوعات فسوف نعتبر ذلك تخلفا عن السداد لا أحد يبيعنا أي شيء مجانا لذلك في هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية بوتين يدرك اعتماد عدد من دول الاتحاد الأوروبي على موسكو في إمدادات الطاقة ويريدها أن تدفع له بالروبل القائمة الروسية للدول غير الصديقة هي الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان وكندا والنروج وكوريا الجنوبية وسويسرا بالإضافة لأوكرانيا هي ذاتها هذه الدول التي فرضت عقوبات على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا فانهارت قيمة الروبل لمستويات قياسية وصلت لنحو 120 روبل للدولار الواحد لكن بمجرد أن وقع بوتين مرسومه ارتفع سعر الروبل إلى نحو 82 مقابل الدولار القرار الروسي يعني أن على المشترين الأجانب للغاز الروسي فتحوا حسابا في مصرف غاز بروم وتحويل اليورو أو الدولار إليه سيقوم المصرف بتحويل العملات إلى الروبل لتستخدم بعد ذلك في دفع ثمن الغاز الولايات المتحدة عادة لا تشتري الغاز من روسيا إلا أن ارتفاع أسعار النفط دفع رئيس الأمريكي إلى اللجوء لاستخدام كميات كبيرة من احتياطي النفط الفيدرالي لخفض تكاليف الوقود أمرت بالإفراج عن مليون برميل يوميا من الاحتياطي الفيدرالي البترولي لمدة ستة أشهر أي ما يعادل أكثر من 180 مليون برميل من الاحتياطي لاستراتيجي للنفط يعد هذا جسرا في زمن الحرب ويهدف لزيادة إمدادات النفط إلى أن يرتفع الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام كيف رأى المغردون هذا المرسوم وردود الفعل عليه؟ آخر الملاحم تقول أمريكا تفرض عقوباتهم بالماستر كارد والنتفليكس والسويفت كود بينما روسيا تستخدم البترول والغاز والقمح بالنهاية الدول لن تستطيع إطعام شعوبها مسلسلات بدل الخبز والسيارات والمصانع لن تعمل بالماستر كارد بدلا من البترول والغاز الصين بيضة القبان مبارك يقول يبدو أن فكرة بوتين في استخدام الروبل ستشجع بعض البلدان بالتعامل بعملتها لبيع منتجات أو منتجاتها بدلا من الدعم الدولار الذي لا يستفيد منه البلد المصدر فادي يقول لو أمريكا أعطت الضوء الأخضر السودان قادر خلال سنتين على تعويض كل هذا الانتاج المفقود من القمح وأوروبا تستطيع العودة للفحم الحجري لو اقتضى الأمر والاستغناء عن كل الغاز الروسي الولايات المتحدة أساسا لا تشتري كما قلت لكم الغاز من روسيا وحضرت استيراد النفط منها إلا أن الاتحاد الأوروبي يحصل على حوالي 40% من احتياجاته من الغاز و30% من احتياجاته من النفط من روسيا وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير قال في مؤتمر صحفي مع نظره الألماني إن العقود مبرمة باليورو ويجب دفعها باليورو لكن بدائل الاتحاد الأوروبي إذا ما قطع عنها الغاز الروسي ليست سهلا على الإطلاق مدير المركز العالمي للدراسات التنموية صادق الركابي يقدم بعض السيناريوهات المحتملة أولها التقنين وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الأمر الآخر وهو تعطيل خطط إيقاف الاعتماد على الطاقة من مصادر الفحم والمعامل النووية الأمر الثالث سوف تعتمد دول الاتحاد الأوروبي على بناء موانئ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال والذي سوف تأتي كميات كبيرة منه من الولايات الاتحاد الأمريكية بموجب اتفاق عقدة مؤخرا بين الجانبين وأيضا يتم الحديث مع قطر في هذا الإطار لزيادة الواردات من الغاز أيضا سوف يتم اعتماد على الطاقة النظيفة وزيادة الاستثمارات ورؤوس الأموال فيها وتحديدا في طاقة الرياح والطاقة الشمسية شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها شكرا للمشاهدة